اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي جهاز لقياس الطول يحتوي على طول المرجعي لكي يبين لك هل هذا شخص طويل ام هذا شخص قصير فنبدأ بكريسيانو رونالدو ماذا تلاحظون اولا نزول الخلية ضوئية ثم يقيس طول اللاعب كريسيانو رونالدو فوجد ان طوله يساوي 1.87 متر ثم كتب له انت طويل سؤال مطروح كيف عرف الجهاز ان كريسيانو رونالدو طويل الجواب هو من استخدام طول مرجعي اذا كان الطول اكبر من طول مرجعي فان شخص طويل واذا كان الطول اقل من طول مرجعي فشخص قصير بدأنا بكريسيانو رونالدو الآن نذهب الى ليونال ميسي ليونال ميسي وش راح تتوقع شوفوا ذاك اقصر من الطول اللي مرجعي اقل من ميطر ثمانين اه اقدر شوفوا معي منيه شوفوا معي منيه شو كده ميسي طول بتاعو واحد فاصل ميطر واحد وثمانين ميسي طويل وش هو السبب لي خلهم ميسي طويل ميسي حابي يطول بالصيف على وش هو السبب رفع يد بتاعو وش لازم نباها نقصه طول بتاعو لازم شخص يكون عادي بهذا الشكل ميسي حابي يطول بالصيف هكذا اذا كما كنت لاحظي هكذا هرهو زعفها شوف هميسي روزعفهم هايوا شوف كده طول تاع ميسي واحد فاصل ميطر وش كتبت له الجهاز شكتب له قالوا انت قصير كيف عارفوا جهاز هره قصير انت اذا قل منواج من طول المرجعي اقار من طول مرجعي مفهومة هكذا هكذا يعني حاب نروح المقارنة روحو نجيب واحد الجوار محبوب الجماعة جماعة لا توقعت وش عايزرة زع ما ش عايزرة لك نجي برايمو فيت وش عايزرة لك نجي برايمو فيتش ماشي عايزرة لك نجي برايمو فيتش هلا اطول بكثير صاحة اذا هذا هو برايمو فيتش قولتا او ما يددكتيش الجهاز القياس ماشي معناتها معناتها نحن نديروا واحد تركيب وش وظيفته يديروا له حاجة مرجعية نقيس بها يا اكبر يا اقل وكين واحد القيم ما يستعرفش بهم ما يقدش يعرفهم الجهاز يتوالي قيم غير ما عارفة كما طولتا برايمو فيتش ما مش موجود في جهاز القياس هكذا اذا تركيب اللي ندرسه اليوم وشه هو وشه هو تركيب في رأيك اللي هو مذخم عملي وشه يدير يعمل عمل مقارن هكذا مذخم عملي يعمل عمل مقارن وهذا وش سميه مقارن تماثولي يعني لا سميه مقارن تماثولي رح يقارن ما بيش قيم تماثولية اللي هي الجهود صاحة نكمله شوفي معايا السؤال مطروح هل مقارن تماثولي يحتوي على تغذية راجعة يعرفوا بالمذخم عملي يعمل مقارن اول حاجة لا يحتوي مقاومة راجعة اذا هالي ما تجداش مقاومة راجعة هذه اللي هي تكون مربوطة بالمخرج واحد مداخل نقول باللي هذا المذخم عملي وشه يدير يعمل عمل مقارن نسبة لكم انتمو في البكالورية بصو كين الجامعة كين حواجات نسبة لكم انتمو كتعون مكان تغذية راجعة ما بين مخرج واحد مداخل نقولوا باللي هذا مذخم عملي يعمل عمل مقارن. إذن مدخل عملي هذا وش ديره فيه جماعة. أولا يعطوا له قطبي تغذية بيمشي. آيوة. والمقارن هذا وش يخرج? يخرج قيمتين. يخرج هذه القيمة VCC ولا يخرج هذه القيمة يتكون ناقص VCC يتكون GND. هكذا. زيدي المقارن وش فيه وش يدير? يقارن ما بين جهدين. يقارن ما بين جهد V ناقص. نسميه مدخل العاكس. جهد مدخل العاكس. ويقارن ما بين جهد الثاني وش هو VZ وش يسميه جهد غير عاكس. يعني إذا نفش فيه في مدخلين يقارنهم بعضهم. يقارن في ناقص VZ. وهذا المقارنش هكي تلاحظي فيه فيه مخرج واحد. اللي هو V صورتي. ركزي معي مليح. في صورتي هذا عنده زوج احتمالين. لا ثالثة لهم. في صورتي هذا وش يكون قادر. في صورتي وش قادر يدي? قادر يدي قيمة VCC. قادر يدي التغذية الموجبة. إذن. في صورتي ماذا يساوي? يساوي VCC. وكتاب في صورتي يساوي VCC يساوي. كان شرط لازم يتحقق. واشي هو لما واش? لما يكون VZ الجهد تاع القطب غير العاكس أكبر من واش? من الجهد تاع القطب العاكس. عقلا مثلا. مثلا. مثلا قطب زيد عطاك له خمسة فوت. وقطب هذا ناقص عطاك له مثلا ثلاثة فوت. اكبر خمسة ولا ثلاثة. خمسة. خمسة مربوطة في الزيد. ما عندها شي خرج. كيعد القطب الغير العاكس اكبر من خرج VCC. صحيح. كان احتمال ثاني او VZ وش يساوي? VZ. يساوي تغذية ثانية. يساوي ناقص VCC. وكتا يساوي ناقص VCC? وكتا? لما في اكبر من V. صحيح. صحيح. لما واش? لما في ناقص الجهد تاع القطب العاكس أكبر من واش? القطب غير عاكس. هكذا مفهومة. هذا هو المقارب. ذركو احنا في السنة الثالثة. هذي ناقص VCC ما نشيح نستعملوها. نعود وش نستعملوه? نستعملوه قطب تغذية. قطب موجب. وقطب الثاني ما نديروش تغذية سالبة. نعود نديرو زيرو فوط. اللي هي جرامد. والله نسميوها جياندي. اذا هذي نمحيها. شو باش عوضتها? شتي باش عوضتها? عوضتها? بجياندي. اذا في صورتي وش يخرج? في صورتي يخرج VCC يخرج زيرو فوط. وكتا يخرج VCC. لما VZ اكبر من بناقص. وكتا يخرج زيرو فوط. لما بناقص اكبر من VZ. اذا مدخل. ايولي. اذا مقارنة تماثلوه. شو قلوه. شو قلوه. شو قلوه. شو وظيفته. تحويل قيمة تماثلية. اللي هي الجهود. الى قيمة رقمية. علىها رقمية. شوفي V30. خيوة تشغيل. كي عادي يساوي VCC. وV30 كي يساوي السفر وتوقف. تشغيل وش يرمزه له بالمنطق. واحد منطقي. وتوقف ش يرمزه. صفر منطقي. شفتي من قيمة جهود وش خرجه. يا واحد منطقي. يا صفر منطقي. اذا ما شو نقوله المقارن. وش وظيفته تحويل قيمة تماثلية الى قيمة رقمية. اذا كان مشتغل واحد منطقي. اذا كان متوقف صفر منطقي. هذا هو بنسبة المقارن. سهلا. كاملو. عين كاملو. صحي. رحوا اول مثال. نبدأ نعطيك اول مثال وبعدها روحوا لبعد. مثال اول. شوفي المثال الاول شمدلي. شوفي يا ست سبيل. شوفي المثال الاول شطالي. قالي ما هي حالة مصباح اس. عطالك هذا التركيب. وقالك ما هي حالة مصباح اس. تقدر تجاوبيني ولا تجاوبانا يعطي. ايه. دركوا بنا عرفوا مصباح متوهج ولا منطفة. وش لازمنا نشوفو في صورتي تاع المطار سهلا. في رأيك وش هي حيكون مصباح متوهج ولا منطفة. منطفة لانو في ناقصة. صحيتو جماعة زميتم مش قاتل قاتل يا استاذ باللي مصباح هيكون منطفة. هاي نشوفوا مع بعض. اوكي. جماعة وش مطلوب منكم وقفوا فيديو. وبعدها حاولوا في المثال وبعدها جاوبوا على المثال وشوفوا الإجابة النموذجية مع الاستاذ. هيا نبدأ. زميتكم قلت لي نورمان مصباح منطفة. هيا نشوفو. بنا عرفوا حالة مصباح جماعة نخدموا الاستقطابية تاع الجهود كما وافين ديروا في طرنزيستور. قد عندي استقطابية جهد هنا عندي ثلاثة. استقطابية لولا هي من ناقص تروح للزايد. وش نسميه هذا الجهد سميه في زهايد. ايش كون يعبر على في زهايد. وبطارية خمسة لوني وققيد장. والجهد الثاني من جiende حتى الناقص وش نسميه في نعقص شكون اللي يعبر على الجهد في نعقص يعبر عليه البطارية تسعة بوت. جوني تقلوا شكون منك شكون اكبر تسعة بوت ولا خمسة الوط. تسعة بوت. وبshawية. وتسعة بوت باش مربوطة بناقص. بما انه في نعقص اكبر من في زهايد. وش يخوروا زيرو بوت مصباح يكون منطفة. اذا إذن خارجوا هذا بالنسبة للمثال الأول شكرا لك سلسبي روحوا المثال رقم 2 جماعة روحوا المثال رقم 2 شكرا لك سلسبيل كوفي صحي شكولي يطلع دوزيام اللي قلت له دوزيام شكول يرفع يده ويجمع بسرعة يرفع يده مبارك تفضل شكرا لك سلسبيل روحوا المثال رقم 2 خي فهمت المقارنة وديت فكرة عليه هاكذا هايا روحوا المثال رقم 2 مثال رقم 2 مش عطالك قل لك سؤال ما هي حالة ثنائية ضوئية تاع ديول ديول ثاني كي يجيه يتوهج يستقطامون باش كي ما يجهدوش يكون منطفة هاكذا جماعة وش مطلب منكم وقفوا الفيديو وحاولوا في هذا المثال لما يتفرجوا الفيديو بعد ما تكمل شوف الإجابة النموذجية وقارنها مع إجابة الأستاذ هايا جماعة نبدأ ونحلوا المثال مبروك هايا نبدأ مبروك مبروك هذا وشي هو هذا التركيب مضخم عمالي عاكس ولا مضخم عمالي غير عاكس ولا مقارن وشي هو جاوبني مقارن مقارن كيف عرفتو بس كله يحتوي على تغذية أراجع مكانش مقاومة مربوطة بالمخرج وأحد مداخل إذن هذا المقارن نقولها مبروك هذا المقارن شي قارن قارن ما بين جهدين جهدين ثابتين جهد الأول أي جهد الأول سبعة فولت ثابت وجهد الثانية ربعة فولت ربعة فولت طاحيت إذن حالة المصباح وشي أولا خارج الاستقطاب VZ يعبر عنها بطارية سبعة فولت مستمر وV ناقص ونعبره ربعة فولت V ناقص وVSort هذا هو VZ إذن وشان نلاحظوا سبعة أكبر من أربعة سبعة من تنتمي تنتمي يعبر عنها VZ معندها VZ أكبر من وش ربعة اللي يعبر عنها V ناقص إذن وشان نلاحظوا بما أنه VZ أكبر من V ناقص VZ سي خرج سي خرج الجهد الموجود سي خرج خمسة فولت إذن VZ سي خمسة فولت وبالتالي بما أنه VZ سي خمسة فولت ثنائية ضوئية وش حيصدها رايحة تتوقع إذن ثنائية ضوئية وش بيها متوهجة هذا نسبة المثال ثاني كاش أسئلة هنا مبروك مكتب آية تفضل مبروك خلاص الدراعة مكتب آية كوب يا مبروك صحيت روحوا لي بعدها شكو يطلع لي قتلوا ثاني يطلع ذو كنجي لكم أجمع مكين أمثلة بزاف شكو نلي قتل قبيلات يطلع رياض مقرآن رياض مقرآن هني بعت لك دومون أقبل أقبل دومون رياض رياض مقرآن ما كانش روحوا فاطمة زهرة فاطمة زهرة هني بعت لك عطيت لك عطيت لك عطيت لك عطيت لك هكتسمعي فيها عاني لسو هاي اوكي جمع روحوا المثال رقم ثلاثة المثال رقم ثلاثة قال لك ما هي حالة مصباح وش عطانا هنا عطانا جابر جابر صاي ورا جابر جابر آخر مرة صاي شوفي معي فاطمة فاطمة على أطالي هذا التركيب اللي هو مقارن مقارن هذا وش يحيدين راح يقارن ما بين جهدين جهد الأول شكل تلاحظي اللي مربط اللي هو جهد البطارية خمسة وولت وجهد الثاني فينا خلص تكون يعبر عليه جهد متنو بتسعة وولت سؤال ما هي حالة المصباح تقدر تعطي لي فكرة لها فاطمة فرا تكون حالة المصباح تقدر أو لا تقدرش كينين حالتين كينين حالتين صحيحتي خلاص جاوبتيني كين حالتين نجماعة وش مطلوب منكم وقفوا الفيديو حاولوا في التمرين من بعدك تكملوا وشوفوا الإجابة النموذج هايا نبدأ ونحلوا المثال رقم ثلاثة عزاملتكم جاوبت نيقات لي أستاذ كين حالتين كما لكم تشوفوا هنا وش رقم تلاحظون من الصباح وش بيها فاطمة ضوء غماز يعني أحلى وغماز يعني أحلى ويش عالو يطفى على كين في بما أنه جهد متنو وش فيه نوبة موجبة ونوبة سلبة في بعض الأحيان تولي نوبة الموجبة أكبر من خمسة وولت في بعض الأحيان ولي نوبة سلبة أقل من خمسة وولت هنا حيكون عندي احتمالي المقارن بنخرجوا حالة المخارج لازمنا فاطمة لازمنا نرسموا الإشارات خيك ذا وبل ما نرسموا الإشارات عندنا في زيد يعبر عليه خمسة وولت وفي ناقص يعبر عليه تسعة وولت متناوب مصدر متناوب وهذا وش هو في سورتي وش تلاحظي في زيد لونتوا بلون الأصفر وفي ناقص بش لونتوا بلون الأبيض إذن في هذه الحالة نحتاج منحنة الخط الأصفر هذا يمكنني مثله اللي هو خمسة وولت وش يمثل في زيد خيك ذا وتسعة وولت وش هي جهد متناوب بهذا الشكل نوبة موجبة نوبة ساربة إذن اللي هي فيماكس متهمنيش نورمان فيماكس تسعة وتسعة في جلسة لي متهمنيش قيمتاحها أنا وش يهمني يهمني هذا اللون الأصفر اللي هو في زيد واللون الأبيض وش هو فيناس بنا عرف حالة المخارج لازم يمنحنة صحي جماعة هنا وش تاكم تلاحظوا كين في المجال كين مجال وين يكون جهد المستمر أكبر من جهد المتناوب وكين مجال آخر شي واللي واللي العكس واللي جهد المتناوب أكبر من جهد المستمر بنا نديروا الدراسات يعني أي نقطة التقاطع نديروا لها إسقاط على باك النقطة التقاطع منحنية مش معنتها متساوية إذن وش درتنا نقطة زوج ثلاثة أربعة هذو كابل درت لهم إسقاط صحي ومبعدها نبدأ نخرجوا في سورتي في سورتي قد عنده إحتمال يساوي 12 فولت يساوي قده زير هاي نبدأ في الإحتمال الأول جمع شوفوا الإحتمال الأول هذا الجزء صغير شاكم تلاحظوا جهد المستمر بلون الأصفر وجهد المتناوب بلون الأبيض شكونا أكبر فاطمة جهد المستمر ولا متناوب في هذا الجزء هيا جهد المستمر جهد المستمر وجهد المستمر باش مربوط فيزايل وش معنى ولا فيزايل أكبر من فيناقص إذن في سورتي وش يساوي في سورتي وش يساوي يساوي 12 فولت يساوي في سورتي فاطمة وروح المجال الثاني شوفوا المجال الثاني جهد المتناوب شوفوا شوفوا جهد المستمر شكون أكبر جهد المتناوب ولا مستمر هنا جهد المتناوب شوفوا جمع جهد المتناوب أكبر هو اللون الأبيض أكبر من جود المستمر وجود المتناوب يتعلق بV ناقص إذن V ناقص أكبر من V زايد في هذه الحالة V صارت وشي ساوي زير رحوا الحالة الثالثة شوفوا في الحالة الثالثة جود المتناوب نوبة سالبة وعندي هنا خمسة فورج كون أكبر جود مستمر وهكذا ومربوط V زايد معناتها V زايد جمعها لون الأصفر أكبر من اللون الأبيض واللون الأصفر يعبر عليه V زايد إذن V زايد أكبر من V ناقص شاك تلاحظه هنا وش تساوي 12 فورج و بنفس الطريقة هنا تولي 0 فورج وبنفس الطريقة هنا تولي 12 فورج إذن هنا شاك تلاحظه تلاحظه بالتركيب متغير V صارتي متغير ساعة وين يمدلي 12 فورج و ساعة وين يمدلي جياندي هنا شرحوها مليا وش نقوله في حالة V زايد أكبر من V ناقص يستلزم واش فاطيما يستلزم V صارتي وش يساوي 12 فورج هكذا اللي شفناها في هذه والحالة الثانية V ناقص أكبر من V زايد وش يستلزم V صارتي وش يخرج خرج هذا جهد جيان 0 فورج نسألك سؤالة فاطيما في حالة التساوي الجهدين V صارتي وش يخرج ها في حالة التساوي الجهدين نقاط هادو هالي نقطة وهالي نقطة وهالي نقطة نقاط التقاطع وش يسميها نجاوبك شوف معي فاطيما في حالة التساوي الجهدين مدخلين كيعد V ناقص يساوي V زايد وش يسموها حالة انتقالية والله يسموها حالة تبديلية وش معينة حالة تبديلية معناتها V صارتي كي تساوي V زايد وV ناقص يبدل حالة السابقة شوف معامله يختزم حالة انتقالية شوفي نقطة هذي لولاك شوفي نقطة هذي لذهرت شوفي V صارتي كده كان يساوي كان V سي سي. نهاري تساوي V صارتي وش يصرالو في هذه اللحظة وصرالو تبدل لمن تبدل تبدل الزيرو إذن هذه الحالة وش سميوها انتقالية شوفي النقطة الثانية نقطة ثانية شوفي في سورتي كده كان كان زيرو نهار يتساوي وجه ديما تخلي وش حيص يصير له يتبدل شوف يتبدل ولم يتبدل للوح إذن نقاط التساوي في المقارن هي حالة انتقالية أو تبديلية وش معنة حالة انتقالية ولا تبديلية الحالة السابقة وش حيديلها يعكسها صحيح في زين أكبر من في ناقص في صورتي يخرج جهد موجب في ناقص أكبر من في زين في صورتي يساوي زيرو بوض في حالة تساوي جهدين بناعرف حالة المخرج لازم نشوف حالة السابقة نلقى حالة السابقة وش لازم ننديلها نبدلها نعكسها مفهوم يا فاطمة صحيح نكمل مفهوم إذن مصباح في وضع مصباح هذا في وضع وش هو غماز كي يشعل معنة ها في زين أكبر من في ناقص كي يتفعش معنة ها في ناقص أكبر من في زين هذا هو مثال صحيح هذا هو مثال رقم ثلاثة صحيح صحيح فضل مبروك كيفش تغماز هذيك لأخرة حالة انتقالية هذا في حالة تساوي الجهدين وش يصرف في صورتي يتبدل شوفوا قبلها إذا كانت صحيحة يولي واحد وإذا كان واحد يولي صحيحة آكي رحوا لي بعدها كوبي أصبرون كوبي لك صوت بس كو ممكنش أصبرون نكتب الفكرة رحوا لي بعدها جماعة رحوا لي بعدها السؤال لي بعد وش هو بعد ما درنا أمثلة فهمتو كفا خارجو في صورتي لي بعدها يقول لك طريقة تحساب توترات المداخل جماعة جماعة في صورتي هاو سهل صحو لا لا في صورتي وش تقارن سؤال مطروح كيف نحسبوه توترات المداخل كمهنا كمهنا حاب نحسب وحاب نحسب صحيح حسب جهود توترات المداخل الجماعة يحسب بطريقة بطريقة واش قاسم التوتر وعلي هذه الجماعة حيص عقم ثلاثة تحتاجوها بزاف حاولوا تفرجوها في اليوتيوب إذن بنعرف في صورتي تاع هذا المقارن واش لازم لي نحسب الجهد هذا في ناقص ونحسب الجهد هذا في زايد هاكذا فهذه هالجماعة قبل قبل ما رحوا نحسبوه أول حاجة نشوف المقارن بما أنه لا يحتوي على تغذية راجعة فهو يقارن الجهود هذه أول حاجة ثاني حاجة نستخدم نرسمو الجهود ركزوا معي من حاجة مع الجهود قطب الزايد وين تجد قطب الزايد روح حتى نتوصل جيان هذا هو الجهود تحتاجوها إذن في زايد في زايد تكون يعبر عليه هو نفسه في أير ثني هاكذا في زايد هو نفسه في أير ثني بنفس الطريقة النقطة هذه ناقص روح حتى نتوصل جيان إذا في ناقص يكون يعبر عليه يعبر في ناقص يكون يعبر عليه في أير أربعة وهذا هو المخرج في صرفي تفهم عليها إذا نجي سؤال يقول أحسب لي في ناقص ولا أحسب لي في زايد كيف نحسبوه نستخدمو قاسم الجهد ولا قاسم التوتر هاي نبدو مع في زايد في زايد هذا هو في زايد في زايد تكون يعبر عليه تعبر عليه مقاومة أرثنين إذا ما نقول في زايد وشي يساوي هو نفسه في أير ثنين هو نفسه في أير ثنين من بعد أجمع عليها نطبق قاسم الجهد بها نطبق قاسم الجهد لازم مقاومة يكونوا على تسلسل المطروح هذي أرتي طو أرثنين هل هم على تسلسل أم لا قاد يجي يقول يا أستاذ ما مش على تسلسل بس وكين تفرع هذا لا أرتي طو أرثنين على تسلسل لماذا لأن التيار هذا يجي من بي سي سي يمشي بهذا الشاكل وبعدها يمر عبر مقاومة أرتي طو كي يوصل لقطة هذه يجمع يلقى تفرعين يلقى قطب غير العاكس ويلقى أرثنين وحكينا من قبل على المقارن والمضخم عملي قلنا في قطب على ممانعات تقول ملأ نهاية وبالتالي تيار هذا مستحيل يروح مقاومة ملأ نهاية وبالتالي يصبح تيار يمشي من أرتي طو يروح لأرثنين بعد وش نقوم يقول أرتي طو أرثنين موصولتين على ماذا على التسلسل إذا نحساب فيزايد ماذا يساوي فيزايد يعبر عنه في أرثنين وبقاسم التوتر يقول الجهد المقاومة المعنية يساوي المقاومة المعنية التي يحتسب جبتها أرثنين مقاومة المعنية على مجموعة المقاومة الفرح التي يكون موصولة على تسلسل الجمعة إذا قاسم يقول مقاومة المعنية على مجموعة مقاومة الفرح بشرط يجب يكون على تسلسل كما أرثنين ورثنين على التسلسل مع انتهى الشرق محقق. ايوه الكل في في الجهد الكل المسؤول عن تغذيته. هذا القانون شفنا في الحصارق الثلاثة. إذن في زايد ماذا تساوي? في زايد تساوي في R2. المقاومة المعنية هني لو انتهت لكم بلول الأزرق. إذن وش يساوي في R2؟ يساوي المقاومة المعنية R2 على مجموعة المقاومة الفرع الموصولة على التسلسل. قد كينا مقاومة هنا كي ينزوج هي R2 R3 إذا مجموعهما أعطيت هاكم بهذا الشكل لول الأزرق. إذن وش تساوي R2 على R2 زياد R3. الكل في واش في الجهود المسؤول عن تغذيتهم اللي هو VCC. في VCC. هذه هي الطريقة اللي نحسب بها الجهود. ذو كنتم وش يبقى لكم تطبيق عددي. هذه بنسبة لVR 2. رحوا في ناقص. نحسبوا في ناقص. جماعة في ناقص. شكونا يعبر عليه دي مسألة. شكونا يعبر عليه تعبر عليه المقاومة الرابعة. إذن وش نقوله في ناقص هو نفسه VR4. وبنفس الطريقة وش تلاحظوا هذه المقاومات R4 و R5 و R3 على التسلسل. وش هنطابق عليهم وقاسم التوتر. إذن VR4 ماذا يساوي؟ يساوي المقاومة المعنية التي نريد حساب الجهد بين طرفيها. إذن وش يساوي R4 على مجموعة المقاومات هذا الفرع موصولة على التسلسل. كده كان المقاومة موصولة على التسلسل. R4 زياد R5 زياد R6. هذا الإطار لون الأزرع. الكل زياد R5 زياد R6. الكل في الجهد المسؤول عن تغذية اللي هو 12 فورد. هذه هي طريقة الحساب جهود المداخل للمقاومة. هذه لازم تبقى ثابتة في رسك مجمع. سهلة وبسيطة ومن فيها حتى إشكالية. تفاهمين؟ روحوا المثال رقم ربعة. جماعة شكل يحب يطلع. مثال رقم ربعة يرفع براهيم خليل. سأقومي براهيم خليل. براهيم خليل تقبل أهاي براهيم خليل. كنت قلت مجمع. قلت براهيم خليل. والله ما عليك أوزي الرياض. دعك يا رياض. ليس لا幹嘛 رياض. هيا رياض. هيا رياض تفضل رياض مشكلة مشكلة هاكذا نضيعوا الوقت تبالي ما زي تطلع حتى واحدة جمعة هاكذا لو كانت تبقى وقاح تقلقوني صراحة سعيد تفضل يعني ابعث لك اوطر ريزاصي صابر سعيد تفضل هيا رحوا المثال رقم وعليكم والسلام رحوا المثال رقم ربعة جمعة في مثال رقم ربعة وش عطانا قل لك استخرج عبارة في زيد وفي ناقص وما هي قيم وما هي قيم في صارت صحي هكتشوف المثال هذا صابر مثال هذا مضخم عملي يعمل عمل مقارن يقارن بين جهدين في ناقص وفي زيد وش قال لك احسب لي في زيد وحسب لي في ناقص وقال لك احسب لي في صارت هكذا اجمعوا وش ما طلبوا منكم توقفوا الفيديو وتحاولوا في التمرين من بعدك يتكملوا وشوفوا الإجابة النموذجية تعالي الأستاذ وقارنوها مع الإجابة هيا جماعة نبدأ هيا صابر صابر بقاطع عشر دقائق لازم نكملوا له أول حاجة أول حاجة شو وظيفته هذا مضخم عملي يعمل عمل مقارن لماذا لأنه لا يحتوي تغذية راجعة هذا المقارن يقارن مبين الجهد الأول نبدأ من نقطة حتى نوصل جيندي إذن فيزيد وش يساوي هنا فيزيد وش يساوي يساوي الجهد المقاومة تاني مع البعض R5 و R2 بالعنى نعطيك مقاومة جديدة بتتكون مش تحضر المعلومة هكذا إذن فيزيد وش يساوي يعني هذه النقطة أبدأ حتى نتوصل جيندي إذن فيزيد وش يساوي يساوي الجهد المقاومة تاني R2 و R5 مع بعض هكذا وراح لجهد الثاني من النقطة هذه حتى نوصل جيندي إذن فيناقش كون يعبر عليها عنا غير R4 ربعة صحيت وعننا آخر حاجة V30 السؤال وش قال لك قال لك أحسب لي فيناقش فيناقش كون يعبر عليها نكتب كون يعبر عليها فيناقش VR4 صحيت وش تساوي VR4 تساوي تساوي 4 على R3 زايد 4 صحيت إذن وش تساوي تساوي المقاومة المعنية هي A4 على مجموعة المقاومة هذا الفرع اللي موصلين على التسلسل اللي هي A3 زايد A4 مقاومة المكافأة كل في الجهد التغذية مسؤول عندهم مسؤول عندهم اللي هو VCC من بعد وش نديرو تطبيق عددي قبل ما نديرو ما طلبتش منكم حسابة على العمور أوكي VZ طلبت منكم العبارات برد روحوا ال VZ صابر VZ اش تساوي هي تساوي R2 سيد R5 R5 زايد R متغيير صحيح في جهد التغذية في VCC صحيح زا ملكم مخدمها صحيحة إذن VZ اجمعها شكني يعبر علي يعبر عليه المقاومة تاني مع بعض إذن VZ هو يساوي VR2 مع R5 إذن ويساوي المقاومة المعنية إذن المقاومة المعنية هنا اش تولي R2 مع R5 على تسلسل مجموعهما مع بعض شو اجمعك هنقلبهاكم شو كان قلبتهاكم قلبتهاكم وكأنه مقاومة واحدة إذن البسط مقاومة المعنية اللي هي R2 زايد R5 هي المقاومة المكافئة هذا الكل على مقاومة الفرع موصولة على تسلسل مقاومة هنا R2 زايد R5 مع R ثط صحي إذن R2 زايد R5 زايد R ثط الكل فواج في الجهد التابع صحي تسلسل سؤالة صبر وش هي حالة المخرج V-Sort حالة المخرج V-Sort هيا بو عندنا أصدقيقة أبراك شيخ عندنا إلا كان V-Mort صحي صحي قلت إذا كان صحي خالي نجاوب ماذا ممكن قلت لك ذا زا ما قال لكم V-Sort عنده احتمالين لك ما عند قيم لك قيم ونجد قيم ونجد قيم ونجد احتمالين إما V-Sort يقوم V-Nax أكبر من V-Zay وش معندها V-A-Rabعة أكبر من V-Nax وش يكون V-Sort يساوي خرج 0 وإذا كان V-Z أكبر من V-Nax V-Z وش هي جهد بين الطرفين المقاومة على تلسل أكبر من V-Nax هي V-A-Rabعة وش يكون هنا V-Sort وش يساوي V-C-C سأل سؤال سابر سؤال سأل سأل في الباك يقول ماذا يسمى هذا الجهن V-Nax V-A-Rabعة وماذا يسمى V-Z نضخ نجاوبك جماعة يسألك سؤال يقول ماذا يسمى هذا الجهن V-Nax نسميه جهد مرجعي جهد ثابت كما شفنا في الجهاز قياس تعطول 1.80 متر هذا يسميه طول مرجعي في المقارن يخدم جهد مرجعي كما كيف عرفتوا جهد مرجعي يا صابر R-3 متغيرة هذا الفرع كم شف مقاومة متغيرة R-3 ثابت وR-3 ثابت وكان نحسب الجهد نقله ديماء ثابت كيقعد الجهد ديماء ثابت بالمقاومة ثابت وش نسميه جهد مرجعي صحي مرجعي وV-Z وش نسميه جهد متغير عليها متغير R-2 ثابت وي عندك حق R-5 ثابت وي عندك مقاومة حرارية وحرارية متغيرة ومش متغيرة تتغير بدلالة الحرارة بما أنه في الفرع هذا يحتوي على مقاومة واحدة متغيرة فإن V-Z متغير والفرع الثاني بما أنه يحتوي على مقاومة كامل ثابت وش نقوله هذا جهد مرجعي هكذا كمنا مثال رقم رقم ثلاثة أو لا ربعة مثال رقم رقم التمارين صبر بارك الله فيك دركوا اجمع رايح نكوبي وخلي خلي فيديو تسوف وقرده وبعدها ندخلو نكملوا الحسم أوكي نصبرني شوية بار